السلام عليكم متابعين الكرام اهلا بكم في قناتنا الاخبارية فجاء رئيس الحكومة البرتغالية الجامعة في حوار صحفي مع واكلة ايفي للانباب بعدما نفى بشكل قاطع ان تكون بلاده قد وافقت على تقديم ملف تنظيم مشترك لمونديالي 2030 يجمعها بكل من اسبانيا والمغرب وضف انتونيو قسطا ان بلاده لحدود الساعة لم تتلقى بالمسؤولين الاسبان او المغاربة ولم تتلقى اي دعوة في الموضوع مؤكدا ان الامر ليس بتلك البساطة التي يبدو عليها ويتطلب دراسة معمقة ومستفيدة خاصة في الشق المتعلق بالتكلفة المالية شدد المسؤول البرتغالي على ان الحديث عن تقديم ملف الترشيح سابق لاوانه ولا يمكن الحسم فيه بهذه السرعة علم تخبر المغرب يومه الاربعاء ان فوز لقجة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رفع شعار كلنا رجاء لدعم فريق الرجاء الرياضي بداية من يوم غد تحسبا للقاء النهاية امام فيتا كلوب الأنغولي ووفق نفس المصدر فان لقجة سيكون الى جانب الرجاء في لقاء الايام من نهاي كأس الاتحاد الافريقي كشف مصدر مقرب من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز لقجة ان الاخير اعتبر اعتدار وذيع الجري رئيس الاتحاد التنسي وعميد المنتخب التنسي فضل لانه اعتراب بخطأ اضف المصدر ان لقجة اعتبر قوة العلاقة بين البلدين تفوق مثل هذه الانفلاتات المحدودة وكان بعض لاعبي تنس اعتدوا على لاعبي المنتخب المغربي وخاصة فيصل فجر كان معكم في تقديم هذه الحلقة مصطفى الدزي دمتم في حفظ الله ورعايته الى اللقاء شكرا متابعين الكرام الى كانت هذه اول مرة شاهدت الفيديو هدينا المرجو الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك شكرا لكم